وعن الأوضاع في غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن غارات مكسفة على أنحاء قطاع غزة وذلك لليوم التسع والعشرين بعد المئة على التوالير وركزت قوات الاحتلال غاراتها اليوم على منطقة رفح جنوبي غزة والتي تكتب بأكثر من نصف سكان القطاع من النازحين وأصفرت المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح عن استشهاد أكثر من مئة فلسطينية فضلا عن إصابة العشرات حيث قسفت طائرات الاحتلال أكثر من 24 منزلا وعددا من المساجد والمؤسسات في المنطقة